اشتركوا في القناة وعلى آله وصحبه أجمعين أريد أن أذكر بداية بنقطتين في المحاضرة الماضية حول كلام ابن تيمية رحمه الله حيث قسم ابن تيمية الاختلاف إلى ما تذنبه طائفة اختلاف تنوع اختلاف تضاو طلب مني أحد من الإخوة أمثلة على اختلاف التضاو بس للتذكير ما تذنبه الطائفة وكقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وقال تعالى فأغرينا بينهم العذاوة والبغضاء إلى يوم القيامة وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن هذه الأمة تفترق إلى 73 فطة كلها في النار إلا واحدة القسم الثاني محوذ فيه إحدى الطائفتين كقوله تعالى ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر فالإيمان محوذ عند الله سبحانه وتعالى أما الاختلاف التنوع واختلاف التضاب اختلاف التنوع مثل اختلاف الفقهاء في بعض الأحكام الفقهية في مبطلات الصلاة بين الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة هذا النوع من الاختلاف قال عنه أهل العلم الكل مصيب وإن كان هناك بعض أهل العلم بعض من أهل العلم قال المصيب واحد وسنأتي عليه طبعا قولهم الكل مصيب كونه الكل يؤجر والله عز وجل قال عندما قطع المسلمون بعض الأشجار في إحدى المعارك ما قطعت من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله والنبي صلى الله عليه وسلم أقرر الذين اختلفوا في صلاة العصر عند انطلاقه لغزوة عند انطلاقه صلى الله عليه وسلم إلى حصن بني قريضة لذلك قال أهل العلم اتنين مصيب إن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران والمصيب لا يعلمه إلا الله وأجر المخطئ عند الله في اجتهاده أجر أما أجر من يتبعه فأجره تام كامل لأن المصيب لا يعلمه إلا الله إلا إذا كانت الأدلة يعني واضحة وقوية متضافرة ورجح أهل العلم الفقاهاء بين المصيب والمخطئ أما اختلاف التضاد الذي طلب مننا المثال عليه أهل العلم قالوا أن المصيب فيه واحد في الحقيقة هذا يكون في العقيدة كاختلاف موقف السنة والشيعة من الصحابة واختلاف السنة والمعتزلة حول آيات الصفات وقد يكون في الفروع الفقهية هو في الحقيقة اختلاف تضاد يعني عندما نقول هذه الصلاة من مسح ربع رأسه صلاته عند الحنفية جائزة وهو أقل شيء موضع الكث مثلا من الرأس بالآلة ومن مسح ثلاث شعارات عند الشافعية صلاته جائزة طبعا عند الحنفية صلاته غير جائزة طبعا الفقاهاء يجزون التقليد لا مانح لكن كحكم شرع فيه تضاد فلذلك بعض أهل العلم قالوا المصيب واحد ولكن جمهور الفقهاء عفوا جمهور الفقهاء قالوا المصيب واحد بعض أهل العلم قالوا أخطأنا برات المصيب جمهور الفقهاء قالوا الكل مصيب وبعض أهل العلم قالوا المصيب واحد طيب سيدي أذكر بفكرتين مهمتين من أهم الأفكار كانت خلاصة المحاضرة السابقة أن هذه الفرقة الناجية من سماتها الاستمرار فهي مستمرة على نهج السلاف هذه السمات الثانية من عهد الصحابة الكرام إلى قيم الساعة بشهادة القرآن الكريم الذي قالوا السابقون الأولون من المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانا رضي الله عنهم ورضوا عنه وبقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة طاهرين على الحق حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون المحاور التي نتحدث عنها في كل المحاضرات قلنا أنها تعتمد على ثلاث حديث حديث اختلاف الفرق أنها ثلاث وسبعون فرقة وأنها واحدة في الجنة وواحدة ناجية نقول واحدة في الجنة ولكل في النار حتى لا يتواهم البعض أنه خلود قلنا هذا أن الخلود لم يتتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالضرورة أن يكون هناك خلود وهناك فئات بلا شك تخرج وتضل بلالا بعيدا تخرج فيها عن ملة الإسلام ينالها الخلود طيب فئة واحدة في الجنة ناجية والاثنين وسبعين فرقة غير ناجية وهذه المسألة الاستمرار مسألة الاستمرار قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفا من أمتي على الحق حتى يأتي أمر الله وهم ظاهر اليوم يا أخواني يتمحور لقاؤنا حول الثلاث نقاط ارجو الله نعيننا أن نستوعبها كاملة في البحث النقطة الأولى أقوال العلماء في الفقه الناجية طبعا أنا لا أقصد الآن سفتي الاستمرار واتباع السلف الصالح لا من هم يعني من هم الذين اتبعوا السلف الصالح هل هم العلماء هل هم الفقهاء هل هم مثلا الحكام هل هم عامة الشعب عامة الناس إلى آخرين تكلم العلماء في الصفات سنأتي عليها النقطة الثانية حول معنى البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هذه نحن تحدثنا عن المعنى اللغوي وتحدثنا أن الزيرق هو الابتعاد الشخصي أن يبتعد شخصيا هو بذاته إلا أننا نريد أن نوضح ما هي البيضاء بحد ذاتها طبعا كلنا نعلم الكتاب والسنة ولكن هناك أشياء أخرى رديفة للكتاب والسنة حدثنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم ثم ما علاقة الطائفة المنصورة بالفرقة الناجية وأين تواجد الطائفة المنصورة والفرقة الناجية؟ سنأتي علي سنجد أن هناك أحاديث صحيحة صريحة بتواجد الطائفة المنصورة وليس الفرقة الناجية الفرقة الناجية كلها أم لكن عندما نعرف ما هي الطائفة المنصورة ونعرف مكان تواجدها هذا يزيد الإيضاح في تحديد سمات هذه الفرقة ويعرف نفسه الإنسان أهو منها أم لا وتتساقط الفرقة الثانية بالضرورة عندما يكون التحديد بالأدلة القاطعة بإذن الله تعالى لنتكلم عن النقطة الأولى قول أهل العلم في الطائفة المباركة أول ما نطلق في قول أهل العلم في الطائفة المباركة ما من طائفة من طوائف المسلمين إلا كانوا يعتقدون في أنفسهم أنهم هم الفرقة الناجية وغيرهم في ضلال كل طائفة تعتقد ذلك لكن الفرق بين هذه الطوائف وبين أهل السنة عندما يتكلمون عن الطائفة المنصورة الفرق كبير في الحقيقة الفرق أن أهل الطوائف الأخرى ظهروا بعد أن لم يكنوا يعني لم يكن في عهد الصحابة هذه الطائفة لم تكن في عهد الصحابة ثم ظهرت وهذا الظهور تنسك به أتباعه وتعصبوا له ثم تكلفوا الأدلة على إثبات أنهم الطائفة الفرقة الناجية أما حديث علماء أهل السنة والجماعة فهو حديث موضوعي يعتمد على الكتاب والسنة بتجرد يعني هم لا يقولون بل أهل السنة ودليلنا كذا وكذا لا يتكلمون بتجرد الطائفة المنصورة أو الطائفة الفرقة الناجية صفاتها في الكتاب والسنة كذا وكذا 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 على من تنطبق هذه السفات سيجدون أن أهل السنة هم نتيجة موضوعية للبحث العلمي في الموضوع وليس تكلف أدلة لهذا الموضوع ماذا قال أهل العلم على الطائفة؟ عن الفرقة الناجية دائماً عديثنا عن الفرقة الناجية الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام جمع خمسة أقوال لأهل العلم في تحديد هذه الفرقة أولها السواد الأعظم من أهل الإسلام هذا القول يدخل فيه جماعة الأئمة المجتهدون والعلماء والفقهاء والأصوليون والمحدثون ويدخل معهم العوام عامة الناس داخلون في حكمهم لأنهم طبع لهم السواد الأعظم من أهل الإسلام من كل أمة الإسلام مما قال بهذا القول أبو مسعود الأنصاري وأبو مسعود رضي الله عنه القول الثاني جماعة أئمة العلماء المجتهدين فقط هذا القول الثاني أن الفرقة الناجية هم المجتهدون من الأمة أهل الإجتهاب فمن خرج عليه فمن خرج مما عليه علماء الأمة مات ميتة جهرية يعني يعني لنقول الفرقة الناجية إذا فرضنا أنها أهل السنة والجماعة فعلماء هذه الأمة وفقهائها أو لو فرضنا أنها أي فرقة يعني ولو كنا نتكلم بتجرد شيعة سنة إلى آخره العلماء والفقهاء والمجتهدون هم الفرقة الناجية ويأتي العامة تبعاً لهم هم المعنيون بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة ويد الله مع الجماعة العلماء في الحقيقة العامة تأخذ دينها عنهم فهم تبع لهم ولكن لا يدخل بينهم أهل البداء يعني يدخل في جمهور علماء هذه الطائفة من تدعى عن هذه الطائفة وشذى عنها لا يدخل ضنها يعني غلات الشيعة مثلا لو فرضنا الشيعة يقولون عن أفزهم ذلك غلات الشيعة لا يدخلون في ضمن هذه الفرقة التي هي الإثنى عشرية السنة مثلا لو فرضنا وجدت فئة من فئاتهم كالمعتزلة هي من فئات أهل السنة لا تدخل ضمن العلماء والأئمة المجتهدين فهي شذت عن منهجهم لأنهم السواد الأعظم وهم جمهور أهل السنة والجماعة مما قال بهذا القول عبد الله بن المبارك وأسحاق بن رهوي وجماعة من السلف وهو رأي الأصولين القول الثالث أن الجماعة هي الصحابة خصوصا الصحابة على الخصوص هم الذين أقاموا عماد الدين وأرسوا هذا الدين وأوتاد هذا الدين في المجتمع فعلى هذا القول يعني يطابق هذا القول القول للنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية عن جماعة الناجية قال ما أنا عليه وأصحابي أو كما قال صلى الله عليه وسلم فكأنه راجع إلى ما قالوه وما سنوه وما اجتهدوه وإلى ما يعني استنبطوه كل ما فعله الصحابة المجمع على الرضوان عنهم هو يعني الفرقة الناجية ومن تبعهم بإحسان وهذا أيضا يوافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجز أو كما قال صلى الله عليه وسلم غيرهم يعني غيرهم مثلا السلف يعني غير السلف الصحابي غير الصحابي من جاء بعدهم إن مشى على نهجهم فهو منهم وإن خالفهم فلا يمكن أن يكون من الفرقة الناجية فهو فرقة من فرق الأمة ممن قال بهذا القول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهناك رواية عنه يقول سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده يقصد الصحابة الله يضعن سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر فيها طيب القول الرابع إن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا على أمر فواجب على غيرهم من أهل الملل اتباعهم وهم الذين ضمن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن لا يجمعهم على ضلالة يعني هذا القول هذا القول مثل إذا بنقول القول اللي قال هم أئمة المسلمين الآن القول جمع المسلمين والأئمة إذا أجمعوا على أمر يعني كل أهل السنة كل الملة إذا أجمعت على أمر لذلك قال الشاطبي كأن هذا القول يرجع إلى القول الثاني الذي قال أنها جماعة أئمة العلماء والمجتهدين أو يرجع إلى القول الأول أنه السواد الأعظم من الأمة يعني هذا القول ضمن القول الأول أو الثاني القول الثاني القول الثاني اختاره الإمام الطبري المفسر أن الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير بس بايعوا خليفة وصار في أمير للأمة هدولهن من بايع هذا الخليفة هم الفرقة الناجية وهم الجماعة لأن من خالفهم يقول طبري لأن من خالفهم لا يعدوا إحدى حالتين إما للنكير عليهم في طاعة أميرهم والطعن عليه في سيرته المرضية لغير موجب بل بتأويل يعني خروج عن طاعة الأمير وإما لطلب إمارة من انعقاد البيعة لأمير أو الآخره يعني يطلبون لأنفسهم الإمارة حاصل هذا القول وخلاصته أن الجماعة راجعة إلى الإجتماع على الإمام الموافق للكتاب والسنة إذا بويع هذا هو القول عند الإمام خلاصة الأقوال الخمسية أخواني عنا خمسة أقوال دائرة على اعتبار إذا اعتبرنا أهل السنة والجماعة لحتى الآن لنقوم موضوعين أن أهل السنة والأدباع وأنهم نرادون بالحديث إذا مشينا على هذا الجميع اتفقوا على اعتبار أهل العلم والإجتهاد سواء ضموا إليهم العوام أم لا هذا أول كلام وأن الاعتبار إنما هو بالسواد الأعظم يعني منقول جمهور فقهاء المسلمين هذا الاعتبار يعني مثلا يا أخواني لو فرضنا أن جمهور فقهاء المسلمين قالوا قولا في العقيدة وقال إمام من أئمة أهل السنة قولا آخر فالفرقة الناجية لنفرض أن القول مثلا خارج عن حدود يعني منهج السلف الفرقة الناجية هي جمهور يعني ليس هناك بالضرورة أن يكونوا كلهم كلهم بدون استثناء ولا واحد منهم على رأي واحد إنما هو الجمهور الاعتبار بالسواد الأعظم لهذه الأمة فما شز عنهم أو مات مات ميتة جاهلية طيب وانضموا إليهم العوام يعني العوام ينضمون إليهم بحكم التبع بالتبع لأنهم غير عارفين بالشريعة فلابد من رجوعهم في دينهم إلى العلماء فإنهم لو تمالأوا يعني لو العلماء لو العامة اجتمعوا على أمر وتمالأوا عليه وخالفوا أهل العلم لا يعتبرونهم الفرقة الناجية لأنهم جفال لا يمكن أن يكونوا هم الفرقة الناجية فهذا يعني بالضرورة أن القاعدة الأولى في الفرقة الناجية هم العلماء والأئمة المجتهدون وجمهورهم جمهورهم يعني كلمة جمهور تعني غالبية الأئمة والمجتهدين من هذه الأمة الإمام النووي رحمه الله له وصف دقيق جدا لهذه الفرقة الناجية يقول وأما هذه الطائفة طبعا هذا الكلام نقول عنه من شرحه لصحيح مسلم فقال البخاري هم أهل العلم وقال أحمد بن حنبل إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم وقال القاضي عياب إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث قل يعني الإمام النووي ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين منهم الشجعان المقاتلون ومنهم الفقهاء ومنهم المحدثون ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير لا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونوا متفرقين في أقطار الأرض هذا الكلام في الحقيقة منصف يعني كل من تبع النهج وإن اختص باختصاص يعني اختص بالحديث اختص بالفقه اختص بالعقيدة اختص بالتصوف في فرق لها اختصت بالقتال والجهاد إلى آخره لكنه كلهم يعودون إلى فرقة أهل السنة وجماعة ابن حجر رضي الله عنه في فتح الباري بعد أن ذكر كلام الإمام النووي قال ونظير ما ندبها عليه أي الإمام النووي ما حمل عليه بعض الأئمة حديث إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها شو عم يقول أنه لا يلزم أن يكون في رأس كل مئة سنة واحد فقط بل يكون الأمر فيه كما ذكر في الطائفة وهو متجه فإن اجتماع الصفات المحتاجة فإن اجتماع الصفات المحتاج إلى تجديدها لا ينحصر في نوع من أنواع الخير ولا يلزم أن جميع خصال الخير كلها في شخص واحد إلا أن يدعي المدعي أن ذلك اجتمع في شخص عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فبالإجماع كان هو المجدد الأول بعد قرون القرن الأول والثاني القرن الأول بعد حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان القائم بالأمر على رأس المئة الأولى باتصافه بجميع صفات الخير ومن ثم أطلق أحمد أنهم كانوا يحملون الحديث عليه على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأما من جاء بعده فالشافعي وإن كان متصفاً بالصفات الجميلة إلا أنه لن يكون القائم بأمر الجهاد والحكم بالعدل فعلى هذا كل من كان متصفاً بشيء من ذلك عند رأس المئة فهو المراد سواء تعدد أم لا يعني إذا قلنا الشافعي على رأس المئتين هو المراد في الفقه نقول جدد في الأمة بالفقه وغيره جدد في الجهاد وغيره جدد في العقيدة وإلى آخر النقطة الثانية ما معنى كلمة البيضاء لأننا لا أقصد المعنى اللغوي تحدثنا عن أن البيض يعني واضح إذا لم يختلف بغيره طبعا إذا لم ينتزج وليس لم يختلف فإن اختلط بغيره يتضح وإن كانت بينه عدة ألوان البيضاء بلا شك هي الكتاب والسنة ولكن يا أخواني كل فئة تدعي الكتاب والسنة الشيعة والسنة والمرجئة والقدرية والخوارج الكل يدعي الكتاب والسنة لكن جاءت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في القرآن ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشير إلى اتباع نهج أناس معينين في فهم الكتاب والسنة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هذا النهج الذي اتبعوه منهج السنف الصالح في فهم الكتاب والسنة هو معنى البيضاء في كتاب الله وكل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجي واحد مثلا بعد ألاف سنين يفسر طيرا أبابين بمرض الجدر هذا كلام يعني لم يكن عليه السلف الصالح وما قاله السلف الصالح ما مشى عليه السلف الصالح وثبت عنهم في نهجهم في فهم كتاب الله وسبنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقصود طيب من أهم معاني البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هلك توضيحه صلى الله عليه وسلم بأن الفرقة الناجية هي ما كنت عليه أنا وأصحاب أو بقوله هم الجماعة هذه أول توضيح وتوضيح عظيم جدا لهذه الفرقة وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في توضيحه للطائفة المنصورة الظاهرة على الحق والتي هي جزء من هذه الفرقة الناجية طبعا الجزء العلمي يعني مثل لما منقول الخمس أقوال اللي حكينا فيهم بالبداية كان منهم الأئمة المشتهدون العلماء المجاهدون هاي الفئة هاي في عوام دعونا من العوام هذه الفئة هي الطائفة المنصورة تلك إذا جمعنا الجميع اسمنا الفرقة الناجية إذا تحدثنا عن الطائفة المنصورة فنتحدث عن الطريعة الفكرية الجهادية العلمية في هذه الأمة صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بدقة كيف وصفها وصفها بالاستمرارية في حمل لواء الدفاع عن الأمة في كل الميادين الفكرية والعلمية والجهادية وصف مكانها صلى الله عليه وسلم وهذا ما سنأتي عليه بعد القليل هذا طبعا يجعلنا ننتقل إلى المحور الثالث وهو مكان هذه الطائفة المنصورة ما علاقتها بالفرقة الناجية وأين هو مكان أولا العلاقة بالفرقة الناجية في الحقيقة يعني تحدثنا عن أنها هي يعني الطريعة الفكرية العلمية الجهادية في هذه الأمة لما نتحدث عن الفرقة الناجية الطائفة المنصورة هي ضمن الفرقة الناجية لما نتحدث عن الطائفة المنصورة نتحدث عن أئمة الفرقة الناجية في كل مجالة طيب يا أحباب الأحاديث التي أشارت إلى أماكن تواجد هذه الفرقة طبعا الآن لما نقول هذه الفرقة لا تزال طائفة عفوة أنا أماكن الطائفة لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق نقصد بكلمة الحقنا الحق المطلق الحق المطلق في الدين وما عليه جمهور فقهاء الأمة ما عليه جمهور فقهاء الأمة لكن ما رأيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى مكان لتواجد قبل ما نحكي بالمكان يا أحباب علينا أن نعرف أن هذا المكان في الواقع ليس حصرا لها هم ومن سار على نهجهم وعلى دينهم وعلى عقيدتهم منتشرون في كل الأمة ولكن هذا المكان تميز عبر القرون لوحدهها أنه كان هو طريعة جهادية مستمرة لم تتوقف لم يتوقف القتال في هذا المكان مطلقا ولم يتوقف الدفاع عن الدين في هذا المكان مطلقا وكان حمل لواء الدين دائما في هذا المكان قويا جدا شوفوا يا أخواني هذا المكان ذكره البخاري وذكره كثير من أهل العلم وأنا سأروي فيه أكثر من عشرة حاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى لا أطيل سأقرأها ثم نأتي على المعاني العام لله يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك رجل اسمه عمير قال فقال مالك بن خامر قال معاذ وهم بالشام فقال معاوية ابن أبي سفيان رحمهم الله ورضي الله عنهم أجمعين هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم بالشام هذا الحديث رواه البخاري وعن زيد ابن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا طوب للشام يا طوب للشام يا طوب للشام قالوا يا رسول الله وبما ذلك قال تلك ملائكة الله باصط أجنحتها على الشام أو كما قال الله صلى الله عليه وسلم طبعا هذا الحديث لا يتعلق بالفئة بذاتها ولكن يتعلق بسمات أهل الشام أنهم محفوظونها بحض الله عز وجل الحديث هذا حديث حسن رواه الترمزي طيب يا أحباب وقال صلى الله عليه وسلم رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي فنظرت فإذا هو نور صاطع عمد به إلى الشام ألا إن الإيمان إذا وقعت في الفتن بالشام حديث صحيح أيضا طبعا رواه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه حديث آخر سمعت معاوية يخطب يقول يا أهل الشام حدث عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين وإني لأرجو أن تكونوا هم يا أهل الشام هذا الحديث رواه أحمد رواه أحمد وتعليق الأرنغوت مرفوعه صحيح يعني وإسناده ضعيف يعني هذا الحديث بهذا المعنى موجود في أحاديث صحيحة يعضد بعضها بعضا إلى درجة الصحة حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا الحديث ضعيف سأقوله حديث ضعيف ولكن فيه إشارة قوية جدا لا تزال طائفة من أمة يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله لا يضرهم خذلان من خذلهم ظاهرين إلى أن تقوم الساعة أو كما قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد عن زيد بن الأرقم أيضا قال لا تزال طائفة من أمة على الحق حتى يأتي أمر الله وإني لأرجو وإني أراكموهم يا أهل الشام الرواية هذه غير الرواية الأولى الرواية الأولى إني لأرجو أن تكونهم يا أهل الشام هنا يقول وإني أراكموهم يا أهل الشام وهذا أيضا صحيح لبيه حديث سابع لا تزال طائفة من أمة على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأوى حتى يأتي أمر الله وهم كذلك قالوا يا رسول الله وأينهم قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس صحيح لغيره رواه حديث عن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير أن سلم بن نفيل أخبرهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني بعد فتح مكة هذا إني أسمت في رواية سئمت أسمت يعني صرحت أسمت الخيل السائمة تسوم أسمت الخيلة وألقيت السلاح ووضعت الحرب أوزارها هذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هو قال لا قتال قال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن جاء القتال لا تزال طائفة من أمته ظاهرين على الناس يزيغ الله قلوب أقوام فيقاتلونهم انتبهوا إلى هذه العبارة يزيغ الله قلوب أقوام فيقاتلونهم لم يقل يقاتلهم عدوهم يزيغ الله قلوب أقوام يعني فيه إشارة إلى أن هؤلاء الأقوام قريبون منهم ربما كانوا من جلدته ويرزقهم الله منهم حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم على ذلك ألا إن عقر دار المؤمنين بالشام والخيل معقود فيه نواصيها الخير إلى يوم القيامة هذا حديث حسن لن أطيل سأروي يعني آخر حديث في هذا الباب وأروي تعليق ابن تيمية عليه يقول فيه سعد بن أبي القاص يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة على اعتبار أهل الغرب هم أهل الشام كما قال أحمد رضي الله عنه وإيده ابن تيمية في فضائل الشام من وجهين أنه ورد ذلك في أحاديث أخرى صريحة أنهم أهل الشام والوجه الثاني أن لغته صلى الله عليه وسلم وأهل مدينته في أهل الغرب أنهم هم أهل الشام أو كما قال صلى الله عليه وسلم طيب يا أحباب ما المقصود بالشام الآن فهمنا أن المكان هناك أحاديث أخرى لم أرويها لعدم الإطالة في نفس المعلم أهل الشام يا أخواني ليسهم أهل سوريا فقط أهل الشام هم بلاد الشام الطبيعية التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تشمل سوريا ولبنان وفلسطين والأردن معها لواء إسكندرون حتى سفوح جبال طروس شمالا وغربا من الفرات وقيل أهل الموصل ضمن بلاد الشام وجنوبا إلى دومة الجندل في منطقة الجوف وتبوك في السعودية هذه هي بلاد الشام السواد الأعظم من أهل بلاد الشام عقيدة وفكرا ومنهجا هم أهل السنة والجماعة أهل السنة أهل الشام لهم أهل السنة والجماعة إذا كانوا هم المقصودون بالطائفة المنصورة فهم ملتزمون بالمذاهب الأربعة عمومهم من الشافعية والأحناف وبعضهم من المالكية والحنابلة الأحناف والشافعية والمالكية هم جمهور فقهة الأمة وعلومائهم من الأشائرة بعض الأحناف من الماتوردية بعض الحنابلة من الأشائرة وجمهور الحنابلة على مذهب أحمد رضي الله عنه طيب على مر السنين أهل الشام هم أهل الجهاد والقتال سواء للتتار أو للروم أو للصليبيين أو لليهود وأنتم تعلمون ذلك هم طبعا أهل علم وقراءة يعني أهل التفسير وخرج منهم علماء كثور لسنا في صدد ذكر العلماء لكن اسمعوا لهذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ستجندون أجنادا جندا بالشام وجندا بالعراق وجندا باليمن قال عبد الله راوي الحديث ابن حوالة فقمت قلت خر لي يا رسول الله والروح قال عليكم بالشام فمن أبى فليلحق بيمنه وليستقي من قدره فإن الله عز وجل قد تكفل لي بالشام وأهله قال ربيعة فسمعت أبا إدريس يحدث بهذا الحديث ويقول من تكفل الله به فلا ضيعة علي وعن عبد الله بن عم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث روي له إني رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي فنظرت فإذا هو نور صاطع عمد به إلى الشام ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام بعد هذا البيان ليس لأحد يا أحباب بعد البيان الكامل يعني بالمحاضرات السابقة إلى هذا الوقت ليس لأحد أن يأتي الآن ويقول الطائفة المنصورة هي الفئة الفلاء الفنانية دون أهل السنة والجماعة بعد هذه الأحاديث الواضحة ودون أهل السنة المذاهب الأربعة لأن المذاهب الأربعة مستمرة دون انقطاع من عهد يعني القرون الأولى القرون الثلاثة الأولى وسنأتي على يعني حديث القرون وأحاديث التي تخص السلف الصالح في الانتباه دلائل أخرى تشير إلى أن المقصود بالجماعة هم أهل السنة والجماعة المقصود بالحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفتح الشام وفارس والقسطنطينية وأخبر عن روما وأخبر أن مجاهدين من أمته يخوضون البحر ودعا للصحابية الجليلة أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها أن تكون منهم لم نعهد أي فرقة يعني قاتلت فتحت فارس أو الشام أو دخلت القسطنطينية غير فرقة أهل السنة والجماعة وبفتح القسطنطينية وحديث نعم الأمير وأميرهم ونعم الجيش يعني حديث واضح في أهل السنة والجماعة ثبت عن البخاري رضي الله عنه رحمه الله حديث ابن عمر أن أول جيش يغزو القسطنطينية مغفورا لهم فأول من غزب قسطنطينية كان جيش بعثهم معاوية وعليه عليهم على الجيش كان يزيد وكان فيهم من الصحابة الكرام أبو أيب الأنصار رضي الله عنه وحديث أم حرام الذي غزت في البحر قال صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزو البحر أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا يعني أوجب الله لهم القبول والجنة وإلى آخرين من معاني أوجبوا قلت يا رسول الله أنا منهم قال أنت فيهم هكذا قال صلى الله عليه وسلم وأول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفورا لهم فقلت يا رسول الله أنا منهم فقال له عليه صلى الله عليه وسلم لأم حرام يعني فهي كانت ممن دخل قبرص واستشهد فيها رضي الله عنها أنا لا أدري يعني عندي الوقت باقي يعني إلى الأربعين دقيقة بالنسبة لوقتي باقي يعني شثمان دقائق نحكي عن منهج الطائفة الناجم طيب إذا قلنا أهل السنة والجماعة وجمهور الفقهار ما هو المنهج يا أخواني كلمة المنهج يا أخواني لا أؤلفها أنا ولا غير نأخذ هذا المنهج ممن شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد لهم الكتاب القرآن الكريم وممن شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان منهجهم في تطبيق شرع الله في الإستنبار في الأحكام في المستجدات من الأمور هذا هو نهج الطائفة الناجية والطائفة المنظومة وتكرر لدينا كثيرا وإن شاء الله نكون حفظناها قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار استمروا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الخلفاء الراشدون طيب ماذا كان منهجهم كيف تعاملوا مع الكتاب والسنة ماذا كانت علاقتهم ببعضهم البعض هل هناك من كفر آخر منهم اختلفوا فقهيا هل كان الاختلاف افتراقا فأصبح كل واحد منهم فرقة وينشي في اتجاه يخالف الاتجاه الآخر كشيعة وسنة أبدا كانوا منهجا واحدا رضي الله تعالى عنه وقال صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيق عنها إلا هلك ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعليكم بالطاعة وإن عبد الحبشيا عضوا عليها بالنواجز يعني عضوا تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين هذا جيل الصحابة ثم قال صلى الله عليه وسلم الأجالي التي تأتي بعدهم التي نأخذ المنهج منها أوضحها لنا صلى الله عليه وسلم بأوضح دلالة حتى تظهر البيضاء يعني صاطعة كضوء الشمس تركتكم على البيضاء البيضاء الكتاب والسنة ونهج النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونهج السلط الصالح الصحابة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وثلاثة قرون بعدهم ممن تبعهم بإحسان ممن تبعهم بإحسان قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرنين ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولا أدري أذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه قرنين أو ثلاثة هكذا يقول الراوي هذا في البخاري ولكن مسلم رضي الله عنه ورحمه الله يصرح بثلاثة قرون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول خير أمة القرن الذين يلوني ما ذكر قرنه صلى الله عليه وسلم خير أمة القرن الذين يلوني هي أول قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثلاثة قرون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء خير القرون والسلف الصالح شهد لهم القرآن والخلفاء الراشدين شهدت لهم السنة هذا المنهج الذي نأخذه منهم هو منهج الفرق الناجح طبعاً ما المقصود بالمنهج نحن لا نقصد بالمنهج الآن أبواب العقيدة المبوبة في كتب العقيدة يعني ليس هذا المقصود الفرديات أو الجزئيات من أبواب العقيدة ولا الجزئيات في أبواب الفرق بل نقصد الأحكام كلها والمنهج في استنباط الأحكام والمنهج في تطبيق هذه الأحكام هناك منهج في استنباط الأحكام هذا المنهج علم قائم بذاته اسمه أصول الفقه هذا أسس وانتهى كل العمل به في القرون الثلاثة وأول من أسسه الإمام الشافعي رضي الله تعالى فعهد النبوة كان يستند إلى الكتاب والسنة مباشرة وبعض اجتهادات الصحابة هذا عهد النبوة التي كان يأذن بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم سار على النهج النبو الشريف الخلفاء الراشدون والصحابة الكرام من شهد لهم نص القرآن بالرضوان وسار بعدهم القرون الثلاثة من أهل العلم والاجتهاد والفقه ممن تبعوا هذا السلف الصالح بإحسان بكل طرقه ومنهجه في تطبيق الشرع واستنباط الأحكام وضعوا المنهج العام للعلوم الشرعية كلها قعدوا قواعد أصول الفقه ووضعوا شروط المجتهد وشروط الفقه ليضبطوا علوم الشريعة ضمن ضوابط تمنع كل من يدعي العلم أن يتكلم بإسم الدين وأن يستنبغ وهو ليس من أهل الاجتهاد فوضعوا للمجتهد شروط حتى تصل إلى رتبة المجتهد وإن تبعته فئة وجماعة فهي فرقة جديدة فرقة جديدة طبعا على ذلك هناك أمثلة بقية العصور سارت على هذا النهج لكن يا أحباب الفرق بين الخلفاء بين عصر الخلفاء الراشدين الذي تحدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين من جاء بعدهم فرق بسيط ولكنه جوهر وقوي إنما نجد الاستمرارية موجودة الفرق أن الخلفاء والأمراء والحكام في عهد الخلفاء الراشدين كانوا كلهم أهل العلم كلهم صحابة كلهم شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم القرآن وشهد لهم النبي مات النبي صلى الله عليه وسلم وفق عنهم راضي أما من جاء بعدهم فانقصرت الحكام لوحد والفقهاء والأئمة والمجتهدين لوحد الأئمة والمجتهدون والفقهاء والعلماء ساروا على نهج السلف تماما بكل تطبيقاته والحكام كانوا اتبعا لهم فوضعوا القضاء ووضعوا المفتين وكانوا اتبعا للعلماء والأئمة المجتهدين إلا أنهم خالفوا في السياسة والحكم خالفوا فجعلوها وراثة جعلوها إلى آخره يعني بعض الخلافات التي تتعلق بالحكم ولا تتعلق بالدين أنا أعتقد الآن أني استوفيت أربعين دقيقة ولا أطيل عليكم وهذا يجعلني أقول هناك يعني حلقة قادمة حول النقطة الأخيرة وهو هي البيضاء التي تركنا عليها عليه الصلاة والسلام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله فعلاك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة